يبني هدف غير ما نخش في المطش اللي فات ده لو مش عارف اتكلم مع الناس ازاي كرة خبطت وطلعت لفوق الديفندر انا هشرحها لك بصة كريم ببساطة الديفندر تنازل عنها انها بتاعته كتاب الراجل عملت كوف زي الطايرة عشان يدي بالايد وبالسماتش الراجل ده طلعت كوف وهو رايح راح التاني يساند عليه بيعطاله كمان يعني فيه فاول كمان ضد المدافق والتاني رفع رجله في وش لو حتوقف الصورة كده وهتلاقي الراجل بيحطه كرة جول وهو بيقع بقى حيقع فين على اللسان التحت عليه وعمله كده هو وقع كده فاضطر يقع وكان كمان حالي اتنين حيتعارب سبب الراجل اللي هو عمل المحطة الاستنادة دي عليه انا مش هادر يطلع ياخد الكرة اللي اللي بيجنيني انا ان اللي بيفتو والراجل اللي حاكم واقف جنبها وده جول والفرق ارتضت بالجول والحارس الماربع عارف انها جول والدنيا كلها عارف انها جول وفجأة يطلع لي واحد لسه ما وهيبتو قليلة جدا في التحكيم محطوط على الفر يقولك استنى 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 ما يمكن معنا هي كابتن شريف على الكاميرا على الشاشة الفر ايه اللي انت تروح له ده واول ما بيعمل كده عرفي ان فيه حاجة يعني هي فعلا يعني طبع مش هنتكلم بيسمنا بس هي كل الناس بتقول يمكنتش بحاجة بار اصلا الشكل داي يبينلك ان احنا بنسند على المدافع المدافع مش هايز يطلع يعني هو لما يطير لفوق وبيدخل جول حيزبت حضرتك الكورة عالية المدافع تنازل عن حقه مش هايز يطلع فوق مش هايز يطلع لفوق فلاقى واحد طالع راح عمله الحركة اللي بتحصل كلنا دي مين الاستناده عالش اللي عمله كده طب هو مقدرش يطلع الراجل بتاعنا اللي طلع او الراجل بتاع الكورة دي تسيبك من الناجل الان بس كثر الحديث في البطرة الاخيرة هيفضل بص الشكل ده هتفضل الشكل ده العدم الخبرة واللي منعيبش كورة واللي ما كانش في الموقف ده كذا مرة واللي هكاية دي حيبتدي يقولك ايه لا اصله اما دي يتكلم سبتم اصله سند على دي واجه لا حضرتك معيبش كورة اصلا يعني شكل ايه شكل دي كورة جول واللي يغيزك بقى التعليقات اللي هي بعد الحكاية بعد ما جونت لغة اللي كان مداخل فيه جول وكلام من ده ما عرفش ايه قالك اما هي فاول ده كله ارتضى انت فاهمني اصلي وكور راح تنص بقى والحاكم وايب بينه وبينه خمسة سانتي يعني خمسة متر بصدرد دواي في جنبها اول كورة يوف جنبها عندك بقى ضربة جزاء لبواليا كورة بالعرض الراجل ننبي على اللي تعفى راحك معدية الدنيا كلها ما جيبوش سريطة خالص ولا الفار ده تكلم من برا طبعا فيه مش هقولك نظرية مؤامرة ولا حاجة انما نظرية انا ازاي عطالك باي شكل ما كده بقت مؤامرة انا ما بدارش اقول كده لانها لو كنته بكرس الحكاية دي لو كده لا قصدي مش اول مرة كابتن شريف ما ده حصل قبل كيح منتكلمش حتى على تحديدا على ده ولا الاهلي لما طلع التصريح ما كان من سيد عبد الحفيز ان هو او الخطاب يعني ما كانش بيتحدث عن هدي الواقعة بذاتها هو تحدث ان ده حصل كتير جدا قبل كده مع الاهلي وحرم ذات وحرم الاهلي من بطلات كتير بيجيب لي خمس حكام معين بيقولك في الدرجة التانية الدرجة جريشا والنجي كلها بتحكم الزرقة مع الترسانة مش عارفين دول حكام دوليين بيروحوا يحكموا هنا اشتركوا في القناة